والتحق بنا في البلاتون مشاهدينا أخي ستائي التغذية مهدي عواد أهلا وسهلا ومرحبا أخي شكرا المروان الله أحفظك ربي خليك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مهدي إذا اليوم اخترينا نتكلموا على الريجيم سان جلوتين أو لهذه الحمية بدون جلوتين قبل ما ندوزل بزاف ديال تفاصيل في هذا الموضوع هذا ما كراناش نتعرفه أولا عن شنا هو الكلوتين وشنا هو الريجيم سان جلوتين ؟ بالفعل مروان هو هاتelاريجيم عمل الإسمذر بيذون جلوتين يعني واحد الريجيم لحقد من التغذية منه كليون وليكن شางي هو الكلوتين من المشكلة التي تسبب هذه المشكلة لديهم الكلوتين ما يحدث؟ المسارم دينا، إذا كان هذا الأنجل المسارم دينا، فإنها بحال شعيرات هذه الشعيرات، لماذا؟ كما تمكننا أن المساحة التي كانت في المسارم دينا تكون أكبر إذا كانت تصغير مثلا في مساحة دينا بحالة كم نكتب له شعيرات تصغير مساحة طالعة وهابطة لذلك تستطيع أن تصغير بشكل أحسن من أن يكون هذا الإنسان الذي عنده الحساسية للكلوتين هذه الشعيرات تسحق، يعني تبقى غادة و تموت، تموت، تموت تقول لديك المسارم دينا، ما فيش غاية الشعيرات لذلك الامتصاص يقل، ما يبقاش مزيان هنا ما يقدر يتسبب لنا في هذا الشيء؟ يقدرنا تسبب لنا الأمعاء دينا كدرونة، يقدر يتسبب لنا في الإسهال يقدر تسبب لنا للأسف في سوء التغذية، وبزافة المشاكل الأخرى هذا يدي بنا أننا، ما نحاول نديره؟ نحاول ندير هذا الرجيم صنغلوتين باش هاد الناس حادية لهم تحسن بطبيعة الحال كيف مما شرحت هذا هو المشكل كان في الغلوتين الغلوتين كان في القمح، كان في الضراء، كان في الشعير، كان في الساقل، كان في غالبا جميع الحبوب جميع الحبوب اللي هي نقولوها شنا هيش كون كائنا الحواجات اللي غنقدرون نتمنعه مننا كذلك يلاقينا القمح يعني الخبز الليغاتو، الرافينوازغي، الحريرة مثلا كنت مدورة بالطحين، بزاف الحواجات أي حاجة عنده علاقة بالحبوب؟ أي حاجة مصوبة من القمحة ولا بالحبوب اللي فيها الغلوتين، ستمنعه منها بواحد الشكل نهائي هذا يقول لك القادية ستكون صعيبة بزاف، بالأخص في المغرب اللي احنا واحد بمستهلكين كبار دين الخبز، دونك احنا كان طبيعة الحال كيكون واحد الخبز بالغلوتين، ولكن فين كان المشكل؟ نقدر نصوبه في ضرور كالمشكل فينكين، وأن ذيك اللي غليادي اللي قلنا قبلها في المشكل هي اللي كتخلي أن الخبز كيتجمع لنا، دونك هذيك الطحين اللي أخذتوا بالغلوتين ما كيتجمعش بسهولة ذيك شارش بعض الناس كدروا كيقول لك كندروا الخبز زيال الدرور كيكون قاصح، ما كيخمرش مزيان، وما كيتجمعش لنا مزيان دونك هذو هما الحويج المنوعين اللي هما كيبنوا بسيطين، ولكن هنا حاجة أخرى أن جميع الأغذية المصنعة يقدر يكون فيها مثلا بعض الرواسيب دين القلوتين كمية قليلة وقليلة جدا، غير يكون عندها نفس المشكل مع هذه الصحة دينا بحالة كليت خبز، بحالة كليت واحد كمية قليلة يعني ضر قليلة من القلوتين تقدر تسبب لي بأنه يكون عنده واحد النوبة ديال سميته، المصارن ديالي كيفما قلنا كيتضره، دونك هنا يخصني تلك تقنشر شي حاجة من الحال أولا من المحلات التجارية خاصة نراقب أنها تكون فيها ما فيهاش القلوتين من الحويج البسيطة مثلا واحد بيسكويت غاي يكون طبيعة الحال فيه مثلا واحد لصوص، ماء، كل شي، كل شي، فغامون كيمشي، هاد الحاجة كنتمشي لواحد المدى بعيد بزاف قدر كباليكم أنه مبالغ فيه ولكن بعض الناس عندهم واحد الحساسية لواحد درجة أنه مثلا كنا كنصوبوا واحد، كنصوبوا العشادينا في الدار هدو الناس وماء مرضات سيلياك بتبعي الحال؟ هدو الناس كنصوبوا لمالادي سيلياك، لمالادي سيلياك، هاد الناس كنا كنصوبوا واحد طاجين مثلا في الدار، كنخلط بواحد المغرفة، كنصوبوا لمالادي سيلياك، بوحده أنا مثلا أمريض بمالادي سيلياك إذا خلطت بهذا الشيء اللي خلطت المروان وخلطت بنفس المعلقة ودازل ليه كمية قليلة هذا يقدر يضرني عند ذاك شارج كنقوله أن هذا المرض صعيب وصعيب بزاف سيخطون التعامل معه يوميا بشكل يومي والعائلة مهمة بزاف ماذي وأيضا أخصا نوجه واحد تحييل بزاف دي الجمعيات اليوم اللي كيديرون مجموعة من دورات تكوينية مجموعة من دورات تحسيسية مجموعة من الأباء اللي عندهم مليدتهم عندهم هذال المرض يدي اللي عندهم هذال المرض ديل السيلياك بصفة عامة بشي وجوهم كيفاش يمكن لهم يوجدوا مجموعة من الأغذية ديالهم شو الحويجات اللي خصوهم يتفادهم مجموعة من الاحتياطات اللي خصوهم ياخدهم بعي الاعتبار بطبيعة الحال في حياتهم صعيب ولكن أمام طويلة ما يتريزينا بزاف دي الحويجات كي ولي سهل أن نعيشوا حياتنا بواحد شكل عادي اليوم اللي نك نسمعه أيضا مادي ونتكون تتفق معايا بزاف ديالناس اللي يقولوا كي توجهوا لهذا الرجيم صانغلوتان وخما تكونش عندهم مراد السيلياك وش مزيان اليوم أنه وخما تكونش عنده المراد السيلياك أنني نتوجه لهذا الرجيم بدون غلوتان وش غدي نفعني في شي حاجة في الصحة ديالي أول حاجة اللي نك نشوفو الناس بزاف كي ديروا المود صانغلوتان علاش حيات والعاد ولا معروف هاد المرض علاش حيات شحال هادي ضرات ديال أعفوا الحبيبات القمح كانوا فيهم 14 لصيبغي دابا واللات بمن أجل رفع المرضوض واللات فيها 42 لصيبغي نعيني تنكتلات واللات ووغانيزم تعديلات جينية تاني حاجة ولينا كننكلوا كيميات الغلوتان بحال شحال هادي ولا تكتر إلا كنا مثلا بلين واحد البحث عند الفرنسيين أن الفرنسيين كانوا يكلو تلتمية وخمسين جرام ديال الخبز في النهار ولكن دابا ولو كيكلو غير ميات جرام الخبز في النهار ولكن كيميات الغلوتان اللي كيكلو بقين هما هما يعني بحالة ولو كيكلو تلتات المرات أكتر علاش حيات كيف ما قلنا قبل ذيك لاغليادين ولا الغلوتان كيعون على المرضوض كيعون على الخبز باش كيخمر مزين وكيعون باش يتنفق ويعطي هذك الطابع أنه هو رطب لنك ولينا كنزيدو فيه بزاف باش يعطينا المرضوض كتير للأسف ولينا حاجة أخرى لسوستومات للحواج اللي كنشروهم مثلا موجدين لشوصان لبلاب خيباري في الكميرس تعالوا ما ولو فهم غلوتان بزاف علاش حيات كيجمع الماكلة بحالة مثلا إلا كنت عندي واحدة لسوستومات وزدفات طحين ولا الغلوتان كاتول لي عاقدة كترة تاستمسلونة لا تنسلوني اللي كنت قلم به داك الماضيقة اللي أنا غيروقني وغيروق الكمسوماتور وذلك هده هي الأول حاجة ثم بطبيعة الحال ولاد داب الموضع أن الناس اللي بتغربة الزاف ديلتسان غلوتان سان زوجيام سبيا ولكن اللي لا أحد اللي أخصي يعرف هو أنه كان بعض الحالات بسبب أنه حيض الغلوتان من تغذية دياله وهنا قلنا قبائلة أنه هده أمر صعيب يطلب من جهود كبير يطلب من جهود كبير وصعيب ووحد النار يقدر انه إنسانية يعود يدخل الجلوتان بواحد شكل عشوائي يقدر يتصاب هنا بأن الجسم ديالو ما كيتقبلش هذك الجلوتان اللي هو غايجيه واحد الكيمية كبيرة بزر يقدر يسبب ليه في أعراض اللي ما غتكونش موافقة بزر دونك هنا اللي نقدر نقوله أنه مثلا بغيت ننقص من الجلوتان لا بأس مثلا عندي كان فترون تغداون تأشى بالخبز ناخد مرة الخبز مرة ناخد الروز مرة ناخد دراء مرة ناخد نوع بعض الشيء مرة ناخد مثلا العداس واللوبيا وخاو ما فيهم شوية الجلوتان ولكن كان هناك أخرين بالنسبة للناس اللي عندهم مرض السيلياك وهنا في كدك تكمل أهمية الجمعيات لحيث الحاجة اللي كان صوبها في الدار ما شي مشكل الصعبة هي الحويج اللي كان شريهم الحويج اللي كان شريهم هو واحد رمية 18 سوف يبقى القرمزين سوف يبقى القرمزين هنا الجمعية تقول لك هذه الماركة فلان فلانية يرى فيها هذه ما فيها هات تاخدش ولا ما تاخدش والتامير سوف يكون باهد جدا يكفي أننا كنعرفوا أن باريزيان بعض المرات كتقول لي سوية 20 درهم هو التامن باهد وحتى يعني متابعات هذا الرجيم ولا تتبع دياله في حياتنا شي شوية صعيب جدا فهذا شي كنت سألوا واش هذا الرجيم واحد من النهارات سنقدروا أننا نوقفوه وما نبقوش متابعين هذا الرجيم ونرجعوه ونأكلوه مشكل طبيعي للآسف للآسف وحسن واحد الحاجة مزيانة حتى هي أن الرجيم بالنسبة للناس اللي عندهم ما لدي سيديك هو الحل الوحيد اللي ما خاصوش يقطع حياته كاملة ولكن إلا تتبعوا بواحد الشكل مزيان صحته ستكون عادية ما يكون عنده حتى شي مشكلة البداية اللي عنده عنده الرز عنده الضرق عنده مثلا كين لأدسو اللوبيع ولكن خاصوهم يكونوا سيختي في السنغلوتان غايب قعد مناش من الشعير غايب قعد من الخرطال غايب قعد من جميع الحويج اللي فيها القمح يقدر ياخد البطاطة يقدر ياخد البطاطة حلوة الخضر والفواكه ما فيهم مش مشكل يكونوا ضابعين غايب قد يكون موصولين مزيان والحويج اللي هي مصنعة كيف مما قلنا قبيلة خاصوهم دي ما يحتاط منها ويراقبها كتكون فيها واحد العلامة بحال واحد ضررات القمح ضرب عليها يعني هذا سيختي فيك السنغلوتان بطبيعة الحال الخميرة وجميع الحويج هاتشي كل شي تل اواني كنت نغسل يكونوا اواني خاصة بالناس ديال هو نغسل يكونوا كنت تغسلوا مزيان اصعب حاجة غتكون عندي هي مثلا الانسان الى خرج كلا بره الى خرج كلا بره هناك تكون قضية صعبة شي شوية الاعراض اللي غتبان عليه انه الى دار الو غيجيم مزيان الى بعدها باش نعرفه نديرو تشخيص اول حاجة مكين مشي غير كنجيو نقول انا رفيا مراد السليا كنجيو ندير الغرجم صنغلوتي لا كننخض حقنا تلتم كننخض الاناليز ديالهم كيقول يا واش فيك او لا ما فيكش الصيفة الاولى ثاني حاجة كنندير تحاليل اخرى كننخض تحاليل اخرى كننخض تحاليل اخرى كننخضر انني عندي المراد السليا يعني كيشوف ليدك الشعيرات ديال المصار نديري انها تتحق الواحد نهائية وانني مني كان ديالرجم الحالة ديالي كتتحسن الى الحالة ما تتحسنتش ولا ديالرجم بواحد الشكل مزيان انا كمشي نقلب انا عندي مشكلة واحد اخر من غير مراد السلياك دونك هنا باش نجاوبك في واحد الصفة نهائية هاد الناس للأسف ليلأسف لهم خاصهم يتبع الرجم ديما والحالة دياله غتبقى مستمره بشكل عادي الى تبع الرجم وبواحد الشكل اللي هو مزيان